اشتركوا في القناة والسنة على قيد التسليم والانقياد لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن الان مع حدث عظيم في غزوة احد افردنا له هذا الدرس وهو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين قبحهم الله وما حدث للصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يقول ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم احد قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير الى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله ورواه ايضا مسلم عن ابن عباس اشتد غضب الله على من قتله اشتد غضب الله على قوم داموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عند احمد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم احد وهو يسلت الدم عن وجهه يعني يبعد هذا الدم يمسحه بيده صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو الى الله فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وهذا حديث ايضا رواه مسلم وروا الامام احمد ايضا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء البخاري يقول عن سهل ابن سعد وهو يسأل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما والله اني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة ان الماء لا يزيد الدم الا كثرة اخذت قطعة من حصير فاحرقتها حتى اذا صارت رمادا السقته فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي وقال ابو داود الطيالس في مسنده عن عيسى بن طلحة عن ام المؤمنين عائشة قالت كان ابو بكر اذا ذكر يوم احد قال ذلك ذاك يوم كله لطلحة ثم انشأ يحدث قال كنت اول من فاء يوم احد قدمنا في الدرس الماضي ان لما صرخ الشيطان باعلى صوت سمع ان محمدا قد قتل هنا فت في عضب المسلمين ممن ترك القتال ممن هرب من من اتجه الى الجبل فيقول ابو بكر يعني قصد المكان الذي فيه النبي فقال كنت اول من فاء يوم احد فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه اي دون النبي واراه قال حمية قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي احب اليه وبيني وبين المشركين رجل لا اعرفه وانا اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا اخطفه فاذا هو ابو عبيد بن الجرح يعني ان ابو بكر كان اول من فاء وجد رجلا يقاتل على النبي وبينما هو يركض ابو بكر بكل قوته واذا برجل قد اتى من الجهة الاخرى يريد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اسرع من ابي بكر فلما تحقق لابو بكر واذا هو ابو عبيد رضي الله عنه فانتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلاق المغفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزه فلم نلففت الى قوله يعني الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا من النبي انه يحثهم على الاهتمام بطلحة لم يلتفت اليه لماذا لان امامهم مهمة اعظم وهي مهمة ان يساعد النبي ويقوم بحقه صلى الله عليه وسلم قال وذهبت لانزع ذلك من وجهه فقال اقسم عليك بحقي لما تركت يعني ان ابا بكر رضي الله عنه لما اراد ان ينزع الحلقة التي دخلت في وجنة النبي قال له ابو عبيدة اقسمت عليك بحقي لما تركت فتركته فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم عليها بفيه فاستخرج احدى الحلقتين يعني ان ابا عبيدة عظ الحلقة باسنانه ولشدة استخلاص الحديد من وجنة النبي سقطت ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لاصنع ما صنع فقال اقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الاولى فوقعت ثنيته الاخرى مع الحلقة فكان ابو عبيدة رضي الله عنه من احسن الناس هتما فاصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتينا طلحة في بعض تلك الجفار فاذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة او اقل او اكثر واذا قد قطعت اصبعه فاصلحنا من شأنه الواقذي يقول عن ابي حويرثي عن نافع ابن جفير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبدالله ابن شهاب الزهري يومئذ عبدالله ابن شهاب الزهري هو جد الزهري المحدث المشهور يقول هذا الرجل عبدالله ابن شهاب الزهري يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ما معه احد هذا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل جنبه وهو يدعي أنه سيقتله ولا يره فجاوزه فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه وقال الواقذ ثبت عندي أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة والذي رمى في شفته وصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقد تقدم عن ابن سحاق نحو هذا وأن الرباعية التي كسرت له عليه السلام هي اليمنى السفلاء ابن سحاق يقول عن سعد ابن أبي وقاص والله ما حرست على قتل أحد قط ما حرست على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفان فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق محدثا عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار أقال أبو سليمان الجزجاني قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بالي طبعا هذا الحديث يعني غريب وأيضا موجود في كتاب الأموي في مغازيه في غزوة أحد وهذه غرابة تدعو إلى التوقف في هذا الأمر لما نال عبد الله بن قميأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال رجع وهو يقول قتلت محمدا وصرخ الشيطان أزب العقاب يومئذ بأبعد صوت ألا إن محمدا قد مات لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر وبهتة وكانت بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس ذلك وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أنا سبن النظر وغير مما سيأتي ذكره وقد أنزل الله سبحانه وتعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفعن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي هذه قراءة الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكعين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وهذه الآية خطبها الصديق رضي الله عنه في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آفا إن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم قال فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك فما من الناس أحد إلا يتلوها البيهق روى في دلائل النبوة قال مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دامه فقال له يا فلا أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصار إن كان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا الأنصار لعله هو أنس ابن النض وهو عم أنس ابن مالك أنس ابن مالك يقول أن عمه غاب عن قتال بد فقال غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين لأن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبروا إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد أنا معك قال سعد فلم أستطع أصنع ما صنع فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسه قال فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر روى الترمذي أيضا والنساء عن إسحاق بن راهوي هذا الحديث وترمذي قال حسن وهو على شرط الصحيحين من هذا الوجه وقال أحمد في أنس عمي قال هاشم أنس بن النض سميت به ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بد قال فشق عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه وَلَئِنْ أَرَانِ اللَّهُ مَشْهَدًا فِي مَا بَعْدُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ وهذه الكلمة من أنس بن النظر تدل على فقه وحصافة ودقة فهاب أن يقول غيرها لأنه سيوكل إليها لذلك قال لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ الذي أقدر عليه لذلك فهي كلمة عظيمة فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمر أين واها لريح الجنة أجدوه دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمة الربيع بنت النظر فما عرفت أخي إلا ببنانه طبعا نزلت في حقهم هذه الآية العظيمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فهذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه ورواه مسلم ورواه الترمذي والنسائي نعم أبو الأسود عن عروى بن زبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول لا نجوت إن نجى محمد فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تر قوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضاء فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم فأتى أصحابه فاحتملوا وهو يخور خوار الثور فقالوا له ما أجزعك إنما هو خج فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقتل أبي ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا المجاز العرب كان عندهم في أيام أشهر الحج ثلاث أسواق ذي المجاز ومجنة وعكاب وكان أشهرها عكاب فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير وابن اسحاء يقول لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب الآن صفة ثانية كيف قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أي محمد لا نجوت إن نجى فقال القوم يا رسول الله أي عطف عليه رجل مننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما دنى منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم كما ذكر لي فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعناه في عنقه طعنة دأدأ منها عن فرسه مرارا ومات أبي بن خلف يقول ابن عمر مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذ أنا بنار تأججت فهبتها وإذا برجل يخرج منها بسلسلة بجذبها يهيجه العطش فإذا رجل يقول لا تسقه فإنه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف وقد ثبت يعني في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وعند البخاري عن ابن عباس اشتد غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله جابر بن عبد الله يقول لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكي ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع ورواه أيضا مسلم وقال البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائم الآن بعض الصحابة يتذكرون ما حدث في هذه الدنيا يعني عبد الرحمن بن عوف أصبح من كبار تجار الصحابة وهذا الحدث حدث له وهو في زمن عثمان رضي الله عنه كان صائما رضي الله عنه فيتذكر أيام الإسلام الأولى يقول قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدى رأسه وأراه قال وقتل حمزة هو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى برد الطعام هذا رواه البخاري منفردا به وأيضا البخاري عن خباب بن الأرد قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا أن أميرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر ومنا من أينعت له ثمارته فهو يهديبها وقال البخاري عن عائشة لما كان يوم أحد خزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا أبوه اليمان مسلم نزل للقتل كما سنأخذ بعد قليل الصحابة لما اختلطت الأوائل بالأواخر لم يميزوا اليمان أنه في صفهم وظنه من المشركين فقتلوا ولم يسمعوا كلام حذيفة فقال حذيفة يغفر الله لكم قال عربة فوالله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل كان السبب أن اليمان وثابت بن وقش كان في الآطام مع النساء لكبرهما وضعفهما فقال وهذه من الإنسان إذا اهتم بهذا الدين اهتماما كبيرا اشتقى إلى الجنة وأيضا كبر سنهما دلهم على أن الموت قادم لا محالة فيموتان في سبيل الله الأحب إليهم قال إنه لم يبقى من آجاننا إلا ضمء حمار فنزلا ليحضر الحرب فجاء طريقهما ناحية المشركين فأما ثابت فقتله المشركون وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين ولم يعاتب أحدا منهم لظهور العذر في ذلك من الأمور التي حدثت أيضا والتي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيبت يومئذ عين قتاد بن النعمان حتى سقطت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما وأيضا عن جابر أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها فكانت أحسن عينيه وأحدهما وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى نعم وهذا عند الدار قطني بإسناد غريب عن مالك أن قتادة بن النعمان قال أصيبت عيني يوم أحد فسقطت على وجنتي فأتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان والمشهور الأول أنه صيبت عينه الواحدة ولهذا لما وفد ولده على عمر بن عبد العزيز قال له من أنت فقال له مرتجلا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الردي فعادت كما كانت لأول أمرها فيأحسنها عينا ويأحسن ما خدي فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك تلك المكارم لا قعبان من لبن شباب ما إن فعاد بعد أبوال ثم وصله فأحسن جائزته من الأشياء التي وقعت أيضا أن أم عمار نسيبة بنت كعن قاتلت يوم أحد الآن سئلت نسيبة يقول أن أم سعد بنت سعد بن ربيع كانت تقول دخلت على أم عمارة فقلت لها يا خالة أخبريني خبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيهما فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي قالت فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت لها من أصابك بهذا قالت ابن قمئة أقمأه الله لما ول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجأ فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس من من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان يعني أن أم عمارة ضربته بالسيف ضربات قوية لكن لم يكن للسيف أثر فيه لأنه كان قد لبس درعين وترس أبو دجانه دون رسول الله ترس أي أجعل نفسه ترسا وهو ما يجعل في يد الفارس والمقاتل يحمي نفسه من السيف وترس أبو دجان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبع يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوس حتى اندقت سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عندها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس ورمى بها حتى انقطع خيطها فأخذها قتادة بن النعمان تبركا وأيضا انتهى أنس بن النظر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمي أنس بن مالك يقول أنس بن مالك لقد وجدنا بأنس بن النظر يومئذ سبعين ضربة فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه وأيضا أن عبد الرحمن بن عوف قال أصيب فوه يومئذ فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرجه يعني عبد الرحمن بن عوف أصيب هذه الإصابات العظيمة حتى أنه عرج بسبب هذه الجراحات وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزمة الآن لما انهزم الصحابة رضي الله عنه الشيعة بين الناس أن النبي قد قتل أول من عرف النبي وأنه لم يقتل هو كعب بن مالك يقول رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن أنصت لما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهتم من المسلمين فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصد أدركه أبي بن خلف فذكر قتله صلى الله عليه وسلم وكان أبي بن خلف هذه حادثة أخرى يلقى رسول الله في مكة فيقول يا محمد إن عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فارقا من ذرة أقتلك عليه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنق خدشا غير كبير فاحتقنا الدم فقال قتلني والله محمد فقال له ذهب والله فؤادك والله إن بك بأس قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لا قتلني فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة قال حسان بن ثابت لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول أتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول وقد قتلت بن النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل وتببنا ربيعة إذ أطاع أبا جهل لأمهم الهبول وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم أسرته قليل وقال حسان ألا من مبلغ عني أبي فقد ألقيت في سحق السعير تمنى بالضلالة من بعيد وتقسم إن قدرت مع النذور تمنيك الأمان من بعيد وقول الكفر يرجع في غرور فقد لقتك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجور له فضل على الأحياء طرا إذا تابت ملمات الأمور لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى فام الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه فوجد له ريحا فعافه ولم يشرب منه الريح لأن هذا الماء كان آجلا جدا وغسل عن وجه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتده غضب الله على من دمى نبيه وقد تقدم هذه في الأحاديث التي تقدمت فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل فيهم خالد بن الولي فقال النبي اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون فقاتل عمر بن الخطاب ورهتم معه من المهاجر حتى أهبطوهم من الجبل ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر بين درعين أي أن الرسول أصبح سمينا والدرعين أثقلته زيادة فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بنوع بيد الله فنهض به حتى استوى عليها فحد يقول أن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما صنع أيضا أن عمر مولى عفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعدا من الجراح التي أصابته وصلى المسلمون خلفه قعودا نعم أيضا من الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا أخبر النبي بشيء عجيب عنه قال كان فينا رجل أتي لا يدري من هو أتي يعني أنه موجود لكن لا يعرفون نسبه وأصله لا يدرى من هو يقال له قزمان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر إنه لمن أهل النار يعني كلما قال الصحابة هذا الرجل وذكره النبي يختم بقوله إنه من أهل النار فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل هو وحده ثمانية أو سبعة من المشركين وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بن ظفر قال فجعل رجال من المسلمين يقولون والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر قال بماذا أبشر فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي ولول ذلك ما قاتل فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل له نفسه وقد ورد مثل هذه القصة في غزوة خيبر نعم يقول أبو هريرة شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض القوم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وهذه كما قلنا من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم حدث أيضا أمر عجيب في غزوة أحد قدمنا أن اليهود كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم أحد خرج رجل يقال له مخيريق وكان أحد بني ثعلب بن الغيطون فلما كان يوم أحد قال يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق وهي أن المعاهدة كانت تلزم اليهود أن يقاتلوا مع النبي إذا هجم عليهم العدو قال إنه أجابوا قال إن اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم فأخذ سيفه عدة وقال إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما يشاء ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا مخيريق خير يهود نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السهيري يقول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال مخيريق وكانت سبع حوائط أوقافاً بالمدينة لله قال محمد بن كعب القراضي وكان أول وقف بالمدينة أيضاً أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو أبو هريرة بينما هو جالس مع التابعين قال أخبروني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة واحدة ففي كل مرة يجلس عند قوم لم يكن لهم علم بذلك فيقول لهم من؟ فيقول أصيرم بني عبد الأشهر عمر بن ثابت بن وقش قال الحسين فقلت لمحمود بن أسد كيف كان شأن الأصيرم؟ قال كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدأ له فأسلم ثم أخذ سيفه فغد حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة قال فبينما رجال من بني عبد الأشهر يلتمسون قتلاهم في المعركة إذ هم به فقالوا والله إن هذا للأصيرم ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث فسألوه فقال ما جاء بك يا عمر أحداب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني فلم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة أيضا هناك حادثة أخرى أن عمر بن الجمح كان رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسن يشدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا إن الله قد عذرك لأنه شديد العرج والله يقول ليس على الأعرج حرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه ووالله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة فقال رسول الله أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك وقال لبنيه ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد أيضا وقعت هند بنت عتبة والنسوة التي معها يمثلن بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدن عن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحش طبعا هنا حادثة مشهورة جدا أنها بقرت عن كبد حمزة فلا كتا فلم تستطع أن تسيغها وذكر موسى بن عقبن الذي بقر عن كبد حمزة وحش فحمل إلى هند فلا كتا فلم تستطع أن تسيغها وهذا مما لم يصح ثم أن هند بنت عتبة علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات سعري ما كان لي عن عتبة من صبري ولا أخي وعمه وبكري شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظم في قبري فأجابتها هند بنت أثافة بن عباد بن المطلب خزيتي في بدر وبعد بدري يا بنت وقاع عظيم الكفري صبحك الله غداة الفجري ملهاشميين الطوال الزهري بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعلي صقري إذ رام شيب وأبوك غدري فخضب منه ضواحي النحري ونذرك السوء فشر ندري نعم أيضا كان هناك رجل يقال له الحليس بن زيان أخو بني الحارث بن عبد منه وهو يومئذ سيد الأحابيش هذا الرجل مع المشركين ورأى أبا سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول ذق عقق فقال له الحليس يا بني كنانا هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحماء يعني جثة هامدة فما كان من أبي سفيان إلا أن قال ويحككتمها عني فإنها كانت زلة أبو سفيان حين أراد الإنصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فعالا إن الحرب سجال يوم بيوم بد أعلوه بل أي ظهر دينك فقال صلى الله عليه وسلم لعمر قم يا عمر فأجبه فقل الله أعلى وأجل سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فما كان من أبي سفيان إلا أن قال هلم إلي يا عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ائتي فانظر ما شأنه فجاءه فقال له أبو سفيان أنشذك الله يا عمر أقتلنا محمدا فقال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن قال أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر ثم نادى أبو سفيان إنه كان في قتلاكم مثل والله ما رضيت وما سخط وما نهيت ولا أمرت ولما أراد أبو سفيان الانصراف قال إن موعدكم بدرا ألعام المقبل كما هو مشهور أن بدر كانت ثلاثة بدر الأولى وبدر الثاني التي هي الفرقان ثم بدر الموعد التي بعد أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينكم موعد نعم ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي أخرج في آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند الإمام أحمد لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم أني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم أني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم أني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق نعم هذا الحديث مشهور أيضا الآن فرغ الناس لقتلهم إذن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الآن هدأت الأمور قال من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات فقال رجل من الأنصار أنا فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق قال فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات فقال سعد بن الربيع أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك الأنصار عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ثم إن لم أبرى حتى مات وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وأيضا هذا الرجل الذي التمس سعدا في القتلى هو محمد بن مسلم نعم ويقول أنه ادناده مرتين فلم يجب فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر خبرك أجابه بصوت ضعيف نعم وذكر أبو عمر في الاستعاب كان الذي التمس سعدا هو أبي بن كعب فالله أعلم طبعا سعد بن الربيع كان من النقباء ليلة العقبة وهو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف القصة المشهورة وخرج رسول الله يلتمس حمزة بن عبد المطالب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه يقول النبي حين رأى ذلك لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركت حتى يكون في بطون السبع وحواصل الطير ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم الصحابة لما رأوا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على ما فعل بحمه ما فعل قالوا والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب نعم ابن عباس يقول أن الله أنزل في ذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة طبعا بعض العلماء يقول أن هذه الآية مكية وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين كيف يلتأم ذلك يعني تحتاج إلى تدقيق نعم سمر بن جندب يقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال لا إن أصاب بمثلك آبادا ما وقفت قط موقفا أغيض علي من ذلك جاء ثم النبي يقول جاءني جبريف أخبر أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وكان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أبي لهب الصلاة على حمزة وقتل أحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر سبعة كبيرا ثم أتى بالقتل يوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلى طبعا هذا الحديث غريب وسنده ضعيف السهيلي يقول لم يقل به أحد من علماء الأنصار لماذا؟ لأن المعلوم أن الشهيد شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسن ويدفن في ثيابه قال الإمام أحمد عن ابن مسعود إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عصوا ما أمروا به الذين أفردهم النبي خلف الخمسين الذين يحمونه أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار واثنين من قريش وهو عاشرهم فلما رهقوا قال رحم الله رجلا ردهم عنا فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا طبعا أبو سفيان قال أعلوه قال أبو سفيان يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر حنضلة بحنضلة وفلان بفلان فقال النبي لا سواء أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون فقال أبو سفيان قد كان في القوم مثلة وإن كانت لا عن غير ملأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني فنظر فإذا حمزة قد بوقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكله وقدمنا أن قصة مضغ هند لكبد حمزة ضعيفة حتى تكمل هذا الحديث النبي قال أكلتها قالت لا قالت ما كان النبي ليدخل شيئا من حمزة النار فوضع رسول الله حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمزة وجيء به حتى صلى عليه سبعين صلاة طبعا هذا إسناد فيه ضعف كما قدمنا الذي في الصحيح صحيح البخاري أثبت من ذلك أن جابر من عبد الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحود في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال له أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا تفرد به البخاري دون مسلم وأيضا الإمام أحمد يقول عن جاء بن عبد الله أنه قال في قتل أحد فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير عقبة بن عامر كما في صحيح البخاري يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فارط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسها قال فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في مواضع أخر ومسلم وابو داود وترملي إذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة خرجنا من السحر ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل محتجز يشتد ويقول لبث قليل يشهد الهجاء حامل فنظرنا فإذا هو أسيد بن حضير ثم مكثنا بعد ذلك فإذا بعير قد أقبل عليه امرأة بين وسقين قالت فدنون منها فإذا هي امرأة عمر بن الجموح فقلنا لها ما الخبر قالت دفع الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم واتخذ من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا قويا ثم قالت لبعيرها حل حل كلمة قال للبعير حتى يناخ ثم نزلت فقلنا لها ما هذا قالت أخي وزوجي أقبلت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم واختة حمزة لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله للزبيت ألقيها فأرجعها لا ترى ما بأخيها فقال لها يا أمة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمرك أن ترجعي قالت ولم وقد بلغاني أنه مثل بأخي وذلك في الله فما أرضانا ما كان من ذلك لأحتسبا ولا أصبرنا إن شاء الله فلما جاء الزبيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال خلي سبيلها فأتت فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش وأمه أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير أنه لم ينقر عن كبيده هذا الرجل اللي هو عبد الله بن جحش كان يلقب بالمجدع في سبيل الله وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعي بدعوة فاستجيبت لهم فقدع سعد أن يلقى فارسا من المشركين فيقتله ويستليبه فكان ذلك ودعى عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويجدع أنفو في الله فكان ذلك وذكر الزبير بن بكر أن سيفه يومئذ انقطعه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجونا فصار في يد عبد الله بن جحش سيفا يقاتل به ثم بيع في تريكة بعض ولده بمئتي دينا وهذا أيضا قد حدث لعكاشة بن محصن في يوم بدر نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد في الكفن الواحد وإنما أرخص لهم في ذلك نمى بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحد ويقدم في اللحد أكثرهما أخذا للقرآن وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جامع بين عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر وبين عمر بن الجمح لأنهما كان متصاحبين ولم يغسلوا بل تركهم بجراحهم نعم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل يوم أحد قال أنا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يجرح في سبيل إلا والله يبعث يوم القيام يدمي جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك إذن أبو هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيام وجرحه يدمي لون لون الدم والريح ريح المسك وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه أيضا كم عند الإمام أحمد بن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم أيضا أن جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر فقال احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد قيل يا رسول الله أيهم نقدم قال أكثرهم قرآن نعم واحتمل يقول ابن سحاق احتمل ناس من المسلمين قتلهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنوهم حيث صرعوا جاء ابن عبد الله يقول استشهد أبي بأحد فأرسلني إخواني إليه بناضح لهن فقلنا اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلم فقال فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وهو جالس بأحد فدعاني فقال والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته فدفن مع أصحابه بأحد يقول جابر أيضا أن قتل أحد حملوا من مكانهم فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد القتل إلى مضاجعهم وقد أيضا أخرجه أبو داود والنساء قال جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين يقاتلون وقال لي أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعد لا أحببت أن تقتل بين يدي يقول جابر فبين أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخال عادلتهم على ناضح فدخلت بهم المدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلت فرجعنا بهم فدفناهم حيث قتل فبين أنا في خلافة معاوية بن عبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدى فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدعي القتل أو القتل ثم ساق القصة طبعا قصة وفاء دينه سيدنا معاوية رضي الله عنه أجرى عينا في مكان قتل أحد ثم أمر الناس أن ينقلوا الناس إلى مكان آخر يقول جاب بن عبد الله لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحات قدم حمزفا بعث دما وفي رواية ابن إسحاق عن جابر فأخرجناهم فكأنما دفنوا بالأمس الواقد يقول أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه من كان له قتيل بأحد فليشهد قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته وما تغير من حاله قليل ولا كثير ووجدنا جاره في قبره عمر بن الجمح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما ويقال إنه فاح من قبور مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمع وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دوفنوا يقول البخاري عن جابر لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعد أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا وكان أول قتيل فدفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه نعم أيضا جابر يقول أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عن الثوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه لم تزل الملائكة تضله حتى رفعتموه نعم وفي رواية أن عمته هي الباكية عائشة تقول كما هو عند البيهقي قالت يا جابر يعني النبي يقول لي جابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير فقال أشعرت أن الله أحيى أباك فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطيكه قال يا رب أبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى قال إنه سلف مني إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع وأيضا يقول جابر نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لأراك مهتمة قلت يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالا فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا وقال له يا عبدي سلني أعطيك فقال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربيهم يرزقون وأيضا جاء عند من إسحاق أن النبي قال لجابر ألا أبشرك يا جابر قلت بلى قال إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال له ما تحب يا عبد الله ما تحب أن أفعل بك قال أي رب أحب أن تردني إلى الدنيا فوقاتل فيك فأقتل مرة أخرى وهذا دليل على فضل الجهاد نعم وأيضا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد أما والله لو وددت أني غدرت مع أصحابه بحضن الجبل يعني سفح الجبل تفرد به أحمد أيضا عند البيهق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مرة على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه فدعا له ثم قرأ من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه وهذا أيضا حديث غريب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن هؤلاء شهداء الله عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه وهذا حديث غريب لكن الذي ثبت أن النبي كان يأتي قبور الشهداء فإذا أتى فرضة الشعب قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثم كان أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان عمر بعد أبي بكر يفعله وكان عثمان بعد عمر يفعله وكان الواقدي كان النبي يزورهم كل حول فإذا بلغ نقرة الشعب يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثم كان أبو بكر ثم كان عمر ثم كان عثمان وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتين فتبكي عندهم وتدعو لهم وكان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلامة ذكر ابن أبي الدنيا قال ركبت يوما إلى قبور الشهداء هذا امرأة تكون خالة العطاف بن خالد يقول ركبت يوما إلى قبور الشهداء وكانت لا تزال تأتين فنزلت عند حمزة فصليت ما شاء الله نصلي وما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلاما قائما آخذا برأس دابتي فلما فرغت من صلاة قلت هكذا بيدي السلام عليكم قالت فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرف كما أعرف أن الله عز وجل خلقني وكما أعرف الليل والنهار فاقشعرت كل شعرة مني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب محلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب معكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لألا ينكل عن الحرب ولا يزهد في الجهاد فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فعنزل الله في الكتاب قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيضا عند مسلم عن عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية وهي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معنقة بالعرش قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك الطلاعة فقال اسألوني ما شئت فقالوا يا رب ما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أن لن يتركوا لن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى جسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا توريكوا كم عدد الشهداء الذين قتلوا يوم أحد ذهب موسى بن عقبة أن جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين والأنصار تسع وأربعون رجلا وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن البراء بن عازم أنهم قتلوا من المسلمين سبعين رجلا فالله أعلم وقال أنس قتل من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم بئر معون سبعون ويوم اليمام سبعون وقال أنس أنه كان يقول قارب السبعين يوم أحد ويوم بئر معون ويوم مؤتة ويوم اليمام طبعا مؤتة كما قدمنا في دروس السيرة أسف كذلك ستتأتي إن شاء الله أنها مؤتة الذين ماتوا قرابت الستة إلى 12 رجل فدخول مؤتة هنا تحتاج إلى تنبيه نعم يقول سعيد بن مسي قتل من الأنصار يوم أحد ويوم اليمام سبعون ويوم جسر أبي عبيد سبعون جسر أبي عبيد التي حدثت في خلافة أبي بكر بين أبي عبيد الثقفي والفرس نعم وهكذا قال عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن اسحاق في قتل أحد ويشهد له قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني أنهم قتلوا يوم قتل يوم سبعين وأسروا سبعين اليوم بد وقال بن اسحاق قتل من الأنصار لعله من المسلمين يوم وحد خمسة وستون أربعة من المهاجرين حمزة عبد الله بن جحش ومصحب بن عمير وشماس بن عثمان والباقون من الأنصار وسرد أسماءهم إلى قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام خمسة فصاروا سبعين على قول ابن هشام وأما المشركون قتل من المشركين هم إثنان وعشرون رجلا ويقول عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعين وقال موسى بن عقبة تسعة وأربعين وقتل من المشركين يوم إذن ستة عشر رجلا وقال عروة تسعة عشر وقال ابن اسحاق اثنان وعشرون الشافعي يقول لم يؤثر من المشركين سوى أبي عز الجمحي وقد كان من الأعصار يوم بدر فمنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فدية واشترط علي أن لا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال يا محمد أمن علي لبناتي وأعاهد ألا أقاتلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين ثم أمر به فضربت عنقه وذكر بعضهم أنه يوم إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين نعم أيضا من الغرائب التي حدثت يوم أحد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكره فنعى الناس إليها انتبه نعي إليها أخوها عبد الله بن جحر فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لا بمكان لما رأى من تثبت عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها وأيضا أن حمنة بن جحش أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجع فقالوا قتل زوجك قالت وحزنا فقال النبي إن للزوج من المرأة لشعبة ماهي لشيء نعم أيضا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبي قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل الجلل يكون من القليل والكثير وهو هنا القليل أي كل حدث أو كل مصيبة بعدك قليلة المهم هو أنك على رأس هذه الدنيا ولذلك قال أمرو القيس لقتل بني أسد ربهم ألا كل شيء خالاه جلل أي صغير وقليل النبي صلى الله عليه وسلم ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنيه فوالله لقد صدقني في هذا اليوم وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال وهذا فاغسليه عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة وفي رواية أن نبي قال لئن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف نعم جاء علي رضي الله عنه بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة هاكي السيف حميدة فإنه قد أشفتني فقال رسول الله لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الفقار نودي قيل نودي يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار نعم وقال النبي لعلي لا يصيب المشركين منا مثلها حتى يفتح الله علينا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار بني عبد الأشهد فسمع البكاء والنوائح على القتلى فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لكن حمزة لا بواكية له فلما رجع سعد بن معاذ أو سيد بن حضير إلى دار بني عبد الأشهد أمر نساءهن أن يتحزم ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رسول الله بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن في باب المسجد يبكين فقال ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكم ونهى عن النوح صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن قال فقال رسول الله ولكن حمزة لا بواكية له ثم نام فاستنبه وهن يبكين فقال فهن اليوم إذن يبكين يندبن حمزة وهذا على شرط مسلم ابن عمر يقول مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكية له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبن بعد مرورهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم إذن هذا ما كان من نوحي الأنصار على حمزة الآن أخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر والتفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المسلمين وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فورا المرجل وقالت اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه وقال المنافقون مثل ذلك قالوا لو كنتم أطعتمون ما أصابكم الذي أصابوا منكم فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين يعني في من قتل منهم فقال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الآيات كلها كما ذكر أهل التفسير الآن وصلنا إلى ختام ذاك اليوم وهو يوم أحد ما كان من غزوة أحد فيما تقدم والآن ما حدث للصحابة من مآس ومن مواقف عظيمة في يوم أحد وإلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على من بهم من القرح والجراح في أثر أبي سفيان هذا وصلى الله على محمد